أهلا بكم اشتكى المواطنون من ارتفاع أسعار الخضار والفواكه في أسواق العاصمة خاصة البندورة والتي وصل سعر بيع الكيلو الواحد تسعين قرشا في حين يباع في السوق المركزي ما بين ثلاثين إلى خمسين قرشا التفاصيل في هذا التقرير يبدو أن المواطنة اعتاد على ارتفاع الأسعار فأصبح يعرف أن أسعار المنتجات أو الخدمات المقدمة له ارتفعت بمجرد أن تسأله عنها الخضروات والفواكه سلع أساسية يستخدمها المواطن بشكل يومي ومن المتوقع في كل عام أن ترتفع أسعارها في مثل هذا الوقت بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب البندورة مثلا والتي تعد من أكثر السلع استخداما تراوح سعرها لهذا اليوم بين الثلاثين والخمسين قرشا للجملة بحسب الموقع الرسمي للسوق المركزي للخضار والفواكه إلا أنها وصلت للمواطن بسعر تجاوز ثمانين قرشا للكيلو كيلو البندورة بتسعة وتمانين وتسعة وسبعين ودينار بوصل في المحلات المتوسطة في الأسواق الشعبية كيلو نصف دينار البندورة كسعر الفواكه كلها غالية هذا الموضوع صار له حوالي اسبعين ثلاثة والعملية ما تم تخفيض سعر الخضار نهائيا وين وزارة التموين إذا في وزارة التموين وين المسؤولين وين الحكومة المفروض يكون هناك متابعة ومراقبة لهذه الأسعار لأن المواطن وضعه الآن وضعه حرج لأنه هذه السلاح تعتبر سلاح أساسية بالنسبة لي أنا عندي ولادي معتمدين على الخضارة بشكل عام لأنني أنا عندي حالات خاصة بعتمدوا على الخضارة وعلى الفواكه وأنا راتبي ما بطوء طبعا على ولادي بالنسبة للخضارة التجار أيضا اعتادوا على ارتفاع الأسعار فالبعض يرى أن زيادة التصدير للخارج وزيادة الطلب على الخضروات والفواكه هي العامل الرئيس لارتفاع أسعارها إلا أنهم يشكون من رداءة الكميات المتوفرة في السوق إضافة لارتفاع أسعارها الابداعة ما بتغلى إلا الطقس هو اللي بيخلي ترفع الابداعة وهذا والعرض والطلب لما تصير العرض كثير فبتنزل الابداعة أما لما يكون الطلب كثير فبتغلى بالحسبة نفسها يعني مننزل بدك تجيب خضرة بدك تجيب شغلات تلاقيها كلها مرتفعة على أسعار السبب بأنه تصدير من كل الدول الخارجية الأغلبية أنها تصدير للدول الخارجية إذا قاعد الفضوعة ننظيف كلياتها بالسوق تصدر للدول البرا للخليج ولغيره والخضرة اللي بتيجى على السوق تبعنا هون كلياتها خضرة مش ننظيفة المواطنون والتجار ناشدوا الحكومة للالتفات لأسعار الخضروات والفواكه والتي تزداد عضعافا في طريقها من المزارع إلى السوق المركزي ثم التجار وصولا إلى المواطن والذي بات يشعر بالإحباط جراء ارتفاع أسعار السلع الأساسية أمين سليم رؤيا رفعت صفقة على أسهم شركة عقارية بقيمة ثلاثة ملايين دينار حجم التداول في بورصة عمان إلى أحد عشر مليون وثلاثمائة ألف دينار خلال جلسة اليوم بارتفاع نسبته سبعة وأربعون في المئة عن الجلسة السابقة أما مستويات الأسعار فقد انخفضت بنسبة طفيفة ليغلق المؤشر العام لأسعار الأسهم عند 2119 عقدا في حين انخفض الرقم القياسي لكافة القطاعات وبنسبة طفيفة أيضا في حين سجل القطاع المالي أعلى مساهمة في حجم التداول بقيمة 44.48% وبالمرتبة الثانية جاء قطاع الخدمات بنسبة 35% تقريبا والصناعة ثالثا بنسبة 20.45% ما زال الأردن يعاني من ضعف حجم الدعم الدولي لخطة الإسجابة الوطنية للأزمة السورية للعام 2016 حيث أظهر أحدث تقرير لوزارة التخطيط والتعاون الدولي حصول الأردن خلال السبعة أشهر الأولى من هذا العام على ما نسبته تسعة ونصف في المئة فقط من إجمال حجم التمويل المطلوب وهو ملياران وستمائة مليون دولار إلى التفاصيل الأزمة السورية الممتدة منذ أكثر من خمس سنوات لا زالت تلقي بظلالها على الاقتصاد الأردنية فمع تضفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين لا زال حجم الدعم الدولي في مستوية ضعيفة خطة الاستجابة الوطنية للأزمة لسنة 2016 بيانت وجود مليون واربعمائة ألف سوري منهم ستمائة وثلاثين ألف لاجئ موزعين مائة وعشرة ألاف في المخيمات وخمسمائة وعشرين ألف في المجتمعات المصدفة فالأردن طلب دعما ماليا بقيمة مليارين وستمائة وسبعة وخمسين مليون دولار للتعامل مع التحديات القائمة جراء استضافة اللاجئين إلا أنه مع مرور سبعة أشهر من هذا العام حصل الأردن على مائتين واثنين وخمسين مليون دولار وهي تشكل تسعة فاصل خمسة بالمئة مما هو مطلوب أحد عشر قطاعا حصل على دعم من الجهات المانحة منذ بداية العام الحالي بالمراتب الأولى جاء قطاع الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة والمياه والأمن الغذائي والخدمات البلدية ودعم الموازنة في حين لم يسجل أي دعم لقطاعات الطاقة والبيئة والنقل أما أكثر الجهات المانحة المملكة المتحدة بحجم اثنين واربعين مليون دولار والصناديق المتعددة الأطراف ألمانيا اليابان الاتحاد الأوروبي وأقل الدول دعما هي أستراليا بقيمة سبعة وسبعين ألف دولار ثم جمهورية تشيك وإسبانيا وبولندا فمع ضعف استجابة المجتمع الدولي لمتطلبات الأردن للتعامل مع الأزمة السورية ورغم النداءات المتكررة فما هي الخيارات أمام الحكومة لمواجهة تداعيات أعباء أزمة اللجوء السوري ضمن خطة الحكومة لاستعراض تقدم سير العمل في البرنامج التنموي في المحافظات لعام 2016 وتعريف المواطنين بالأدوات الإقراضية المتوفرة قام فريق حكومي برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري بزيارة إلى محافظة إمعان التفاصيل في هذا التقرير استعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري تقدم سير العمل في البرنامج التنموي في محافظة إمعان يتم تمفيذه في 2016 122 مليون دينار أردني في كافة أنحاء المحافظة حوالي 110 مليون من قبل كل الوزرات المعنية التي تقدم كل الخدمات بتحسين خدمات التعليمية الصحية البلدية والطرق وغيرها أو زيادة القدرة البنية التحتية الموجودة أو لدعم مشاريع كبرى في المحافظة كنا بنحكي عن حوالي 122 مليون دينار راح يتم صرفها واللي تم صرفها خلال مشاريع التنموية بنعتقد أنه هذه بتغطي جانب كبير من النقص اللي كان في المشاريع التنموية وفي الخدمات المقدمة للمواطنين سبقت هذه الجلسة جلسة عقدت بهدف زيادة الوعي والاستفادة لمختلف مؤسسات المجتمع المدني وقطاع المرأة والشباب من البرامج والخطط التمويلية لمؤسسات التمويل الوطنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتسهيلات المقدمة من قبل هذه المؤسسات والصناديق نأمل من هذه الصناديق أن تكرر زياراتها إلى محافظة معان وأن تقوم بشرح وتفصيل كيفية الحصول على هذه القروض حتى يتمكن الشباب والجمعيات التعاونية والخيرية من البدء وعمل المشاريع الصغيرة المنتجة التي تحد من البطالة في محافظة معان يأمل المواطنون الاستعجال بكافة هذه المشاريع لعلها تساهم في حل مشاكل الفقر والبطالة والتي تعد معان الأعلى بالنسبة لها بالرغم من تساؤل البعض عن أن غالبية الدعم في هذا البرنامج التنموي يستهدف النقص في الخدمات وعجز الوزارات المعنية للتنمية بشكل مباشر محمد دويرج رؤية انخفضت أسعار النفط اليوم مع تأجج المخاوف من استمرار تخمة المعروض من الخام في الأسواق حتى العام المقبل بفعل ارتفاع المخزونات الأمريكية والإنتاج القياسي السعودي بما يضغط على الأسواق وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة بسعر 41 دولارا و 59 سنة للبرميل في حين جرى تداول خام برينت بسعر 43 دولارا و 95 سنة للبرميل وكالت الطاقة الدولية قالت في تقريرها الشهري الصادر اليوم إن أسواق النفط ستبدأ في التحسن في النصف الثاني من عام 2016 ولكن بشكل بطيء وشاق في ظل تراجع نمو الطلب العالمي وزيادة إمدادات المعروض من الدول المنتجة خارجة ترجمة نانسي قنقر